تقارير إدارة المغزون سنبدأ الآن بتوضيح أهم تقريرين في إدارة المغزون تقرير الأول وتقرير المغزون الفائدة منه معرفة الكميات المتبقية من الأصناف وكذلك قيمة الكميات المتبقية أو ما يسمى بمغزون آخر المدة التقرير الثاني يسمى حركة المغزون بين قوسين بطاقة الصنف الغرض منه معرفة جميع العمليات التي تمت على صنف معين ابتداء بالرصيدة الافتتاحي ثم الكميات الواردة ثم الكميات المنصرفة وفي الأخير الكميات المتبقية بين قوسين مغزون آخر المدة يتم الدخول أولا إلى إدارة المغزون ثم التقارير نبدأ الآن بالتقرير أول تقرير المغزون في هذا التقرير نستطيع معرفة الكميات المتبقية من كل صنف أو من كل مجموعة المتواجدة في كل مغزن كذلك نستطيع معرفة قيمة الكميات المتبقية قيمة الأصناف المتبقية قيمة المجموعات المتبقية نستطيع كذلك معرفة المخزون الافتتاحي الذي بدأ به النشاط التجاري الخاص بالشركة فإذا ما أردنا مثلا معرفة الكميات المتبقية لنفرض أن مدير الشركة طلب منك كمستخدم لنظام المنصف المتكامل معرفة الكميات المتبقية من صف معين مثلا آيفون 6 ما عليك إلا عرض الكميات المتأتشرة على عرض الكميات المتوفرة ثم عند الصنف يتم الضغط على F9 واختيار مثلا آيفون 6 إذا ما أردنا معرفة الكميات المتبقية من تلفون آيفون 6 وقيمة الكميات المتبقية يتم التأشير على إظهار التكاليف فإذا ما أردنا مثلا معرفة الكميات المتبقية في جميع المخازن يتم تحديد من المخزن رقم 1 المخزن الرئيسي إلى المخزن المحل المخزن الثلاثة ثم نضغط على زر اطباعة نلاحظ سوف يظهر تلفون آيفون 6 في المخزن رقم واحد الكمية المتبقية. خمسة واربعين. متوسط تكلفة الصنف. ثم اجمالي المبلغ. اجمالي مبلغ. في المخزن الرقم واحد. لالصنف آيفون سكس. ثم في المخزن الرقم اثنين. الكميات المتبقية من آيفون سكس. اثناشر حبة. ثم متوسط التكلفة ثم اجمالي المبلغ أي أن إجمال الكميات المتبقية في المخزنين من تلفون آيفون 6 هذا المبلغ الظاهر أمامكم إذا ما أردنا فقط الكميات بدون قيمة أو تكلفة يتم إلغاء التأشر على إظهار التكاليف ثم تباعة تظهر كميات فقط إذا ما أردنا مثلا معرفة أكثر من صف نستطيع التأشر من صنف رقم إلى صنف رقم مثلا نبدأ من أول صنف مثلا تلفون سانسونج إلى مثلا آخر صنف ثم نحدد بإظهار التكاليف إذا ما أردنا مثلا مخزن رقم واحد فقط يعني الكميات المتبقية من جميع العصنف في المخزن رقم واحد نقوم بكتاب المخزن الرئيسي إلى المخزن الرئيسي ثم اطباعه نلاحظ تظهر الكميات المتبقية في المخزن رقم واحد بالشكل الظاهر أمامكم أسماء الأصناف الكميات المتبقية متوسط التكلفة للحبة الواحدة ثم الإجمالي ثم في نهاية التقرير نحصل على قيمة الكميات أو الأصناف المتبقية في المخزن رقم واحد فإذا ما أردنا مثلا المخزن رقم اثنين يتم اختير من مخزن المحل مثلا إلى مخزن المحل ثم طباعه تظهر بنفس الصورة كمين المتبقية متوسط التكلفة ثم اجمالي الكميات المتبقية مع التكلفة فإذا ما أردنا جميع المخازن نختاره المخزن الرئيسي الى مخزن المحل ثم طباعه نلاحظ ظهور يتكرر الصمت مرتين لأنه هناك مخزنين فيقوم بإظهر اجمالي الواحدة المحل المبالغ للأصناف المتبقية في المخزنين المبلغ الظاهر أمامكم يتساءل البعض هل بالإمكان معرفة مخزون أول المدة أو الرصيدة الافتتاحية نستطيع ذلك من خلال التأشير على المخزون الافتتاحي فإذا ما أردنا مثلا معرفة المخزون الافتتاحي أو الكميات الافتتاحية للمخزن الأول أو المخزن الرئيسي نختار من المخزن الرئيسي إلى المخزن الرئيسي ونؤشر على إظهار التكاليف فتظهر لنا كميات وقيمة أو تكلفة ثم طباعة نلاحظ ظهور المخزون الافتتاحي للأصناف الكمية التي بدأنا بها النشاط التجاري ثم متوسط التكلفة ثم قيمة الأصناف الإجمالية كمخزون افتتاحي فإذا ما أردنا مثلا من المخزنين نختار من المخزن الرئيسي إلى مخزن المحل ثم طباعة نلاحظ ظهور جميع الأصناف في المخزنين يتكرر مرتين لوجود مخزنين ثم إجمال المبالغ التي تم احتساب قيمتها في المخزون الافتتاحي في بداية المدة نكون بهذا قد أوضحنا أهمية تقارير المخزون والذي من خلاله نستطيع معرفة الكميات المتبقية المتوفرة ككميات وفي نفس الوقت كقيمة أو المخزون الافتتاحي التقرير الثاني المهم من تقارير إدارة المخزون هو تقرير حركة المخزون نستطيع من خلال هذا التقرير معرفة جميع العمليات التي تمت على صنف معين أو مجموعة معينة في مخزن معين فنستطيع معرفة المخزون الافتتاحي لصنف والكميات الواردة أي التي تم شراؤها أو إرجاعها من مبيعات أو تم توريدها والكميات المنصرفة كمبيعات أو كأوامر صرف أو كمردود المشتريات ثم الكميات المتبقية فإذا ما أردنا مثلا معرفة حركة المخزون لتلفون سامسونج S5 خلال فترة معينة مثلا من بداية السنة المالية نقوم بتحديد الفترة إلى تاريخ مثلا ثلاثين خمسة ثم نحدد الصنف نضغط على F9 نقوم بدخل أول الصنف أو الرقم الأول من الصنف ثم F9 تلفون سامسونج S5 نقوم بتحديد مثلا المخزن الرئيسي ثم طباعة نلاحظ ظهور حركة المخزون للصنف تلفون سامسونج S5 من الفترة واحد واحد إلى ثلاثين خمسة بالشكل الظاهر أمامكم رصيد أول مدة ثلاثة وعشرين حبة ثم الكميات الواردة والتظهر لنا جميع العمليات التي تمت ففي التوريد رقم واحد الذي كان في واحد اثنين تم توريد ثلاثة عشر حبة قيمة الحبة الواحد تسعين ألف وكذلك تم شراء من خلال فواتير مشتريات فاتور رقم واحد ثلاث حبات بهذا المبلغ أما المنصرف فهو عبارة عن مردودات مشتريات المردود رقم واحد تم إرجاع حبة بهذا المبلغ بتوسط وكذلك تم بيع حبتين بالفاتور رقم واحد مبلغ مئة ألف ثم يظهر فيما بعد رصيد آخر المدة الكمية المتبقية من تلفون سامسونج اس فايف في المخزن رقم واحد ستة وثلاثة حبة وهذه قيمة الكمية المتبقية نستطيع كذلك معرفة حركة مجموعة كاملة فما علينا إلا اختيار المجموعة بضغط على افتسعة مثلا مجموعة تلفونة آيفون ثم نحدد المخزن ثم طباعه فنلاحظ ظهور جميع الأصناف المتفرعة من مجموعة الآيفونات آيفون 6 آيفون بلاس 6 وهكذا وبنفس الأسلوب وبنفس الطريقة رصيد أول المدة 22 حبة الوارد أي التي تم توريده بأمر توريد مخزن 20 حبة وهذا قيمته فاتورة مشتريات فورية وكذلك المنصرف عبارة عن مردود وفاتورة مبيعات ثم الكميات المتبقية نكون بهذا قد أوضحنا تقرير حركة المخزون والذي يعتبر من التقارير المهمة نستطيع من خلالها متابعات ومعرفة جميع العمليات التي تمت على الصنف معين خلال فترة معينة في مخزن نحدده نحن تفيدنا حركة المخزون في بعض الأحيان عند ظهور رسالته المثلا إذا ما قمنا بالتوريد مثلا الشراء من شركة معينة تجارية فعند قيامنا مثلا بشراء تلفون آيفون سيكس نلاحظ ظهور الرسالة التالية لا يمكن أن يكون التاريخ أقل من عشرين ثلاثة ألفين وخمسة عشر معنا ذلك أن هناك عمليات تمت بعد هذا التاريخ نحن نريد أن نوري بتاريخ أربعة وعشرين اثنين بينما هناك عمليات تمت بعد هذا التاريخ والنظام لا يسمح لمعرفة العمليات التي تمت بعد تاريخ أربعة وعشرين اثنين نستطيع ذلك من خلال الدخول إلى حركة المخزون نقوم بحذف هذا التوريد والذاب إلى التقارير حركة المخزون ونحدد الفترة من تاريخ إلى تاريخ ثم نحدد الصنف صفر صفر نقوم بإدخال الجزء الأول من لقم الصنف آيفون سيكس نحدد المخزن ثم طباعة ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه بعد تاريخ 24 تم توريد فاتورة مشتريات تم توريد فاتورة أو تم إرجاع كان هناك مردودات فواتير مشتريات فورية بالشكل الظاهر أمامكم إذن فتقارير حركة المخزون تفيدني في معرفة جميع العمليات التي تمت على صنف خلال فترة معينة إذن هناك تقريرين مهمين في إدارة المخزون تقرير المخزون وتقرير حركة المخزون ترجمة نانسي قنقر